الاختيار الثاني لأن الإرسال لرسالة دينا هو استعمال الضرف بنافذة فهذا النوع من الأدرفة العمل دينا سيقتصر على دبط عنوان المتلقي بطريقة معينة بحيث يمكننا نشوفه في نافذة الدرف ناخد مثال درف الدقال بنافذة واللي قياسه 22 سنتيماتخ أوفقيا على 11 سنتيماتخ عموديا إذن لدبط عنوان المتلقي في الرسالة دينا لازم نعرف عدد القياسات واللي هما قياسات نافذة وموقع النافذة في الدرف فهذا التدريب غنعتبرو نافذة الدرف قياسه 10 سنتيماتخ أوفقيا على 4.5 سنتيماتخ عموديا واللي كتبعد على حافة الدرف اليسرى ب10 سنتيماتخ والحافة العلوية ب4.5 سنتيماتخ طبعا يمكن لكم تناسبوا هاد القياسات على حسب الدرف اللي كتستعملوا إذن كافة العمل دينا الآن غايتشيصد في إظهار عنوان المتلقي في هاد النافذة نرجعو للنص دينا بالنسبة للموضع العنوان دينا وفقيا فيكفي نبعدوه من الحافة اليسرى ب10 سنتيماتخ بما أننا عدنا اون مغش قوش ديال 3.5 سنتيماتخ فيكفي انضيفو ان غطخ قوش ديال 6.5 سنتيماتخ وبالتالي نكونو ضبطنا عنوان المتلقي وفقيا بالمقابل في المغش اوت غايكو لدينا مشكل في الحصول عليها لأن ما عدناش شي وسيلة مباشرة لتسمح لنا نضبطوها في 4.5 سنتيماتخ فتبعا يمكننا بمساعدة لرجل جوش نحاولو ندفو لسباسمون الكافي ما بين عنوان المرسل والمتلقي بحيث نقربو من قيمة 4.5 سنتيماتخ لكن لدينا طريقة أخرى أسهلو أدق ولي غانستعملو فيها ما يسمى بلازون دو تكست لإنشاء هاد لازون دو تكست كنمشيو لانجلي انسرسيون وفي مجموعة تكست كنجيل هاد الزر زون دو تكست وكنختار زون دو تكست سامبل كدهرنا هاد المنطقة ما كيهمش لموقع ديالها المهم حصلنا على هاد المجال إذن أول حاجة غنقوم بها هي داب 3 ديالها بحيث تتساوى مع قياسات نافذة الدرف إذن غنقوم بداب 3 نغن ناخد 10 سنتيمتر أفقيا و 4.5 سنتيمتر عموديا لهذا غنضغط على الموحيط ديال لازون دو تكست وهنا فقوتي دو ديسان فورما كنمشيو المجموعة تاي وكندخل مقاييس لإخدت 4.5 سنتيمتر فلاوتر و 10 سنتيمتر فلا لارجر بخوتوة تالية يحيان حتو هاد لازون فلواد المناسب إذن دائما فأتي دو ديسان أو فورما كنمشيو المجموعة تأرغنزي وكندخل تو على پوزيون بحكم غنط بققياسات خاصة لدب تلازون في المكال المناسب غنطخل تو على أطر اوپسيون ديسپوزيون في النافذة ديسبوزيسيون اللي كادهر كنعطيو اللازون اين بوزيسيون ابسولي برابور اللاباج دينا ولي هي عشر سنتيمترات وفقيا وكذلك احنا يا عموديا كنعطيوها اين بوزيسيون ابسولي برابور اللاباج ديال 4.5 سنتيمتر نضغطو على اوكي وهكا كنكونو دبتنا لازون في المكان المناسب اذا الان ما بقالينا الا نقلو العنوان في هاد لازون كنستاملو ctrl x ctrl v لنقل العنوان لهاد لازون كنقوم الان باختيار هاد لعنوان ومنباد فلانجلي ميزاو page كنرجع لغوت غوش لزيرو سنتيمتر الان منباد ما دبتنا لعنوان كنلاحظة تاتيمة النص اللي جات هنا على يمين لازون ديكست ولي راجع على طبيعة لابياج ديال زون لفتيرادي ايدا اللي دبت النص غنضغط على هاد سر option ديسبوزيسيون ونختار لابياج اوبا لغيحول نص ديالي لشكل مطلوب الان كيفما كتعرفوا الورقة اصغر من الدرف شيئا ما ولتجنب دهور التاريخ تحت نافذة الدرف او ان السطر الاول ما يبقاش دهر عدنا ما بقى لنا الا اندبتو لي مغش ديال العنوان ونضيفو مجال من بعد هاد لازون لهذا كنمشيو المحيط لازون ونضغطو على الزير الايمن الاصوغي كتدهر لنا هاد القائمة هنا في الاسفل بتضغط على فرما دو الفرم كيتفتح لنا هاد لفولي على اليمن فإلى ضغط على ديسبوزيسيون اي بروبيتي يمكن لنا تحكمو في المارج هنا كنعطل للمارج جوش 0.8 سنتيمتر وفي المارج سيبرير 0.8 سنتيمتر كده الان باش نبعدو التاريخ على هاد لازون دو تاكست كندغطو على هاد السر ومن بعد في الاسفل كندغطو على افشي بلوس وفي الانغلي ابياج دو تاكست هنا فلا ديستانس دو تاكست كنعطيوها 1 سنتيمتر انبا نضغطو على اوكي الان بالنسبة للغاء هاد الاتار الاسود كندغطو عليه وكنمشيو لأوتي دو ديست وفوق ما هنا عنا فرصة التحكم في هاد الاتار يمكن لنا يائما نغيرو له اللون او لا نحدفوه بمره تعرفنا على طريقة العمل مع الدرف بنافذة اذا الان ما بقالينا الا نطبعو الناس دينا وهاد شي نغان تعرفو عليه في الشريط المقبل اشتركوا في القناة